انطلقت فعليات التدريب المصري القبرسي المشترك بطليموس 2021 والذي تجرى فعلياته على مدار عدة أيام بدولة قبرس بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل البلدين وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين ويأتي التدريب بطليموس 2021 في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين قوات المسلحة المصرية والقبرسية